منذ أشهر يجري الإعداد لمعركة السعادة مدينة الموصل في العراق من تنظيم داعش بغطاء من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة التي تظهر حتى الآن مهندس العملية في بلاد الرافدين أو تظهر ومع اقتلاب ساعة الصفر لمعركة الموصل الحاسمة ظهرت تركيا في الصورة من خلال حديث الرئيس التركي عن مشروعه في العراق فبعد أن نجح أردوغان في تحقيق جزء من أحلامه بتأمين الحدود مع سوريا عبر عملية درع الفرات قال إن العراق بحاجة إلى عمل مشابه لحل مشكلة الموصل وأكد أن بلاده ستطلع بدور نشيط في عملية تحرير هذه المدينة لمناقشة هذا الموضوع معنا من اسطنبول مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية جواد جوك ومن عمان عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة الموصل عبد الرحيم الشمري نذكر أنه بإمكانكم أيضا المشاركة في الحوار من خلال طرح أسئلتكم والتفسيراتكم على تويتر وفيسبوك أبدأ معك هذا الحوار سيد الشمري من الواضح أن تركيا تضع الموصل ضمن دائرة نفوذها الإقليمي ما قدرتها برأيك على تحقيق هذا الهدف خصوصا بعد تصريحات أردوغان الأخيرة شكرا جزيلا حياكم الله وحيا ضيفك الكريم والمشاهدين الكرام أنا أعتقد أن تركيا ليست اليوم تسعى لأن يكون لها نفوذ في الموصل يعني تكاد تكون هي القنصلية الوحيدة كانت في محافظة نينة وفي مدينة الموصل منذ 2005 إلى ما بعد داعش بفترة طويلة جدا يعني بعد حتى أن انسحبت الحكومة العراقية والجيش العراقي بقيت وبعدها رجعوا القنصلية ما نعرف الطريق اللي شون رجعوا به علما أن داعش ما يرجع أحد بعد أن يؤسره وخصوصا إذا كان دبلوماسيا بعد أن خذلها أثيل النجيف بأن يستطيع أن يستمر أن يكون في مقعد المحافظ محافظة نينوى وتم إقصائه من قبل مجلس المحافظة والبرلمان جاءت تركيا بقواتها لكي تقوي هذا المعسكر الذي سوته بقيادة أثيل النجيف ولكن يبدو أيضا أن هذا المعسكر وهذا التخطيط لم يكن نافعا لوجود تركيا على الساحة العراقية وتحديدا في مدينة الموصل مما اضطرهم أن يتكلموا بهذا التوجه السيد أردوغان بأن يكون لهم نفوذ في مدينة الموصل مباشرة علما أنهم هم من ضمن التحالف الدولي يفترض كان أن يكون تنسيق مع التحالف الدولي ومع الحكومة العراقية ولمساعدة العراق والحكومة العراقية وأهالي الموصل أن يكون ضمن السياقات وضمن الأطر القانونية والدولوماسية الحقيقية أما أن يكون التدخل في العراق وفي نينوى أنا لا أعتقد أن العراق مشابه لسوريا العراق لديه القدرة الكاملة لتحرير المناطق والدليل بأنه تحرد كثير من مناطق نينوى بدون أن نستعين في جهات خارجية سيد جوك يعني العراق ليس مشابها لسوريا كما قال لك السيد الشمري ألن يكون التدخل التركي هذه المرة مغامرة محفوفة بالمخاطر أكيد يعني أنا أوافق مع ضيفكم من عمان أنه تركيا بها يعني الآن في صراع واشتباكات مع حزب العمال الكردستاني قريبة من العراق يعني الآن القوات التركية ليسوا قادرين أن يتدخلون بريا وبشكل مباشر إلى مدينة الموصل يعني صحيح أن هناك كانت أرضية موجودة في شمال سوريا بشكل أو آخر لكنه الآن المشكلة أنه إذا كان الأمر بيد الجيش التركي هم لا يتدخلون أبدا لكنه تعرف أنه بعد فشل محاولة الإنقلاب العسكري الآن الجيش التركي بشكل كامل صار مطيعا لأردوغان وأوامره لكنه هم لا يقدرون يقيمون بأن الوضع في موصل يختلف تماما عن ما يجري في شمال سوريا نعم هناك حكومة عراقية وقوات الأمن العراقي ولو هم ضعفاء في تأمين الأمن لكن هناك تقدم واضح كان بالنسبة إلى تقدم القوات الأمن العراقي بالنسبة إلى داعش في كثير من المدن العراقية يعني التدخل التركي بشكل مباشر كما قال الرئيس أردوغان هذا مستحيل جدا لأن الظروف تختلف الجغرافيا تختلف تماما تعرفون أن هناك حزب العمال الكردستاني قريبين من مخمور من مدن الشمال العراقية الحكومة التركية منذ عشرات السنين لم يقدر الإطاح بهم ولم يقدر الانتصار والجغرافيا صعبة جدا وأنا لا أظن أن تركيا خارجة عن إطار التحالف الدولي أو تدخل بشكل مباشر هذا مستحيل جدا سيد الشمري هل هناك حاجة أصلا لأي مجهود تركي في معركة الموصل لا بالتأكيد لا يوجد حاجة ولكن أنا أعتقد أنه هناك توافق بين الأتراك وبين السيد البرزاني وسياسيين يعني أنا أعتقد أنه انتمائهم إلى الأتراك اللي هم آل النجيفي بعملية تقسيم الموصل وإضعاف الموصل ومن ثم يكون التدخل التركي في هذه الجهة ويكون التدخل البرزاني في هذه الجهة أنا أعتقد مثل ما تفضل لضيفك الكريم هو ما رح يدخل مباشرة الجيش التركي ولكن يتدخل ويدعم هذه الأطراف وبقوة كما دعم معسكر أثيل في منطقة زيليكان في ناحية بعشيقة جاء بدباباته وجاء بمقاتليه 1500 مقاتل وقدم الرواتب والإطعام والسلاح كله إلى هذا المعسكر أعتقد رح يدخل بهذه الطريقة والغاية هي تقسيم نينوى إلى دويلات كما صرح السيد البرزاني وبعده السيد النجيفي يعني يريدون لمحافظة نينوى أن تكون كارتونات ومن ثم يسيطر كل جهة كل الأطراف على جهة معينة وبالتالي لا يكون للموصل قوة موحدة من عشائرها ومن عوائلها ومن قواتها ولا ترتبط ببغداد بالتالي السيد أردوغان يدخل بهذا الاتجاه والسيد البرزاني يستقطع 21 وحدة إدارية من مجموع 31 من مدينة الموصل وبالتالي تضعف الموصل ويستطيع أن يتدخل في الجانب الغربي من هذه المحافظة أين الحكومة العراقية من مخطط كهذا سيد الشماري صراحة لا نرى حتى رد الحكومة العراقية على تصريحات الرئيس أردوغان بهذا التوجه وكذلك التصريحات التي أدل بها السيد البرزاني من باريس بأن محافظة نينوه سوف تقسم إلى ثلاثة أقسام وطبعا هذا الرأي فقط السيد النجيفي والسيد البرزاني فقط أهالي نينوه رافضين لهذا الموضوع ونحن نعتقد أنه يعتقد السيد البرزاني والنجيفي ومن وراءهم تركيا بأنهم أوصياء على محافظة نينوه وعلى مدينة الموصل أنا أؤكد لهم أن أهالي الموصل وعشائر الموصل يرفضون رفضا قاطعا هذا الموضوع نينوه ليست تحت وصاية أحد ليست ضعيفة نينوه لديها رجالها ولكن نقول للجارة تركيا والأخوان في إقليم كردستان نحن شعب قريبين إلى بعضنا يفترض أن لا يكون هكذا تصرفات مع أهالي الموصل الموصل مدينة عريقة هل يرضى السيد البرزاني أن تقسم أربيل إلى أقسام أو هل يرضى دهوك كانت تابعة إلى الموصل هل من الصحيح بأن دهوك التي كانت تابعة إلى الموصل تأخذ عشر وحدات إدارية من محافظة نينوه أنا أعتقد هذا الشيء غريب ونعتقد أن موقف الحكومة العراقية ضعيف في هذا الاتجاه سيد جوك كما قال لك سيد الشمري الهدف إضعاف الموصل وأيضا تقطيع نينوى وخلق كانتونات فيها ما وجه أو أوجه استفادة أنقرة من مخطط كهذا من وجهة نظرك تركيا كانت لها تموحات بالنسبة إلى مدينة كاركوكفا موصل واضحة من التاريخ أنه كان من داخل الحدود التركية في البداية لكنهم انصرفوا عن هذا ببيع موصل بثلاثين ألف ليرة في وقته هناك تموحات وهناك تصرفات للأتراك التي كانت الحكومة العراقية غير راضية عن تواجد القوات التركية في بعشيقة لكن بشكل عام الحكومة التركية تحركت بشكل خاطئ بالنسبة إلى ما يجري في العراق أيضا أنا أقول من هنا بصراحة يعني هناك قبل الكل موافق على العملية العسكرية لكنه كيفية العملية العسكرية وداتائجها يختلف فيه الجميع مثلا الحش الشعبي هل هم يكونون في العملية العسكرية هناك أو لا مثلا الأكراد عندهم خلافات مع الحكومة المركزية يعني هناك مشاكل كثيرة لا بد أن يكون تحقيق وتدقيق جدا بالنسبة إلى ما قبل فتح الموصل وعملية الموصل الحكومة التركية ضعيفة جدا مما يجري مثلا سياسيا وديبلوماسيا هناك الذي نعرف أن الحكومة العراقية يعني لا تثق بالحكومة التركية في تحركاتها السياسية والعسكرية طبعا هناك تأثير لإيران موجود لكنه بشكل عام هم لا يثقون بالحكومة التركية وبالرئيس أردوغان نعم بما أنك ذكرت إيران سيد الشمري هل تعتقد بأن هناك صفقة بين أنقرة وطهران تتعلق بالأوضاع في حلب والموصل طبعا العلاقة بين تركيا وإيران هي علاقة طيبة ولديهم من الاستثمارات مليارات الدولارات واقتصاديا وضعهم جيد ولكن ليس الكل حريص على العراق وعلى نينوهم حريصين على مصالحهم يعني لا يتصور أحد أن إيران تريد للعراق أو تركيا تريد للعراق يعني كما يريدون العراقيين لا هي تنظر إلى مصالحها أنا أقول بأنه في نينوة اليوم لدي خارطة تظهر نينوة في نينوة هناك توافق تركي كردي نعم الذي باللون الأصفر مسيطر عليها الديمقراطي الكردستاني الذي باللون الأصفر إذا تلاحظين جنابك الذي باللون الأخضر هو مدينة الموصل الذي هو مدينة الموصل والباقي هو مسيطر عليه من قبل داعش هم يريدون هذه المناطق القنية بالنفط والغنية بالأراضي الزراعية والمنافذ الحدودية السيد أردغان لديه مشاكل كبيرة أنا أتعجب والسيد مسعود البرزاني في أضعف حالاته الأكراد كل الأكراد ضد السيد مسعود البرزاني ألا يتوقع إذا ضغط على الموصل بأن أهال الموصلة واطراف الموصلة والحكومة العراقية تتجه إلى الجهة الضد وبالتالي ينتهي دور البرزاني ليس في الموصل فقط بل حتى في مناطقه تركيا الجارة ذات الاقتصاد الكبير مع العراق لماذا تغامر بمصالحها بهذه الطريقة سؤال مهم دعنا نسأل سيد جوك بعد أن نستطلع مع يوسف الشريف بعض مشاركات المشاهدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن هذا الموضوع تفضل يوسف نعم فضيلة لدينا بعض المشاركات من المشاهدين في مجملها تميل إلى رفض التدخل التركي ربما في العراق حمزة غانم يقول لم يبقى إلا تركيا تتدخل في العراق يكفي العراق ما فعلته به إيران ويكفي الإرهاب المنتشر يعني زيادة المتدخلين ربما تعقد الموضوع كما يقول بشر جمال يقول بعد سوريا الآن جاء دور العراق يصر أردغان على التدخل في دول الجوار شأن لا يعنيه لكنه سيتحمل عاقبة ذلك أيضا ضياء الباشة علق قائلا لا أفهم لماذا لا تقف الحكومة العراقية في وجه أردغان بأي حق يريد التدخل في العراق هذا اعتداء على سيادة العراق مثلما تم طرد داعش من الفلوجة سيتم طردهم من الموصل من غير أردغان ومساهماته هذه هي مشاركات المشاهدين في هذا الإطلاع شكرا يوسف أعود إلى سيد جوك وتعليق منه تفضل سيد جوك طبعا لو كان هناك طلب من الحكومة العراقية والشعب العراقي بشكل عام من المشاركة الأتراك في هذه الأعملية نعم الحكومة التركية تقبل لكن القضية بصراحة قضية عربية موصل الذي نعرف مدينة عربية عريقة يعني الحكومة التركية دائما خطاؤها كانت أنه تغف في كثير من القضايا العربية أمام العرب إذا هم طلبوا طلب من الحكومة التركية وإلا تبقى تركيا في المشاركة مع التحالف الدولي بالنسبة إلى تحرير موصل وإلا تدخلات لو تسألون عن الشعب التركي هنا أكثر من 90% من الشعب التركي يقولون يعني مشاكلنا الداخلية هناك اشتباكات هناك جنائز دائما يأتي من اشتباكات مع حزب العمال الكردستاني في جنوب تركيا وشرق تركيا يا ترى لماذا نتدخل في شؤون العراق الداخلية والعراقيون يعرفون مصالحهم أكثر منا إذا كان طلب نعم لكنه الحكومة التركية من عاداتها أن تقف مثل ما جرى في قضية أسطول الحرية ومع قضية فلسطين وبالنسبة إلى سوريا سوريا كانت قضيتها قضية عربية أولا إذا كان هناك من جامعة العربية دول العربية إذا كان طلب نعم لكنه إذا لا يوجد طلب من العراقيين لماذا يتدخل تركيا بشكل مباشر هذا هو الخطأ والشعب التركي أيضا يرفضون هذا الخيار سيد شماري أصبحنا الآن أمام مبدأ من يحرر الأرض يتولى إدارتها في المرحلة المقبلة هل ترى بأن مبدأ كهذا يمكن على أساسه أن تحرر الموصل لا هذا المبدأ غير صحيح صراحة وقاعد يستخدمونه الأقوياء يعني السيد البرزاني يقول الأرض تحرر بالدم هذا منطق غريب يعني جدا أولا لا يسمح لأهالي هذه المناطق أن يقاتلون ثانيا البيشمرقة من تحرر المناطق أنا لا أنكر بين البيشمرقة لديها ضحايا ولكن لا تحرر أي منطقة إذا ما يجب التحالف الدولي ويأمن له كامل ويقول تقدموا كيلو أو تقدموا ثلاثة كيلو متر يا الله يتقدمون بالتالي لا يسمح لأي جهة غير البيشمرقة هي التي تقاتل اليوم جاءت القوات العراقية من منطقة القيارة قتال عنيف جدا وأخذت هذه المناطق نحن نقول للأخوان الأتراك نبقى جيران وتركيا لديها قبول صراحة من أهالي نينوة ولكن اذهبوا بقواتكم وارجعوا إلى تركيا وارجعوا إلى تركيا وساعدونها ضمن التحالف الدولي ساعدونها ضمن الحكومة العراقية والأطر القانونية مرحب بكم أهلا وسهلا أما أن تأتي وتحت الأرض العراقية في مدينة الموصل وتجبرنا على شيء معين هذا لا يمكن ولا يقبل أهالي نينوة والسيد المرزاني تعود على أخذ الأرض في المشاكل وفي النزاعات وهذا يؤسس لتكريه كبير جدا بين العرب والأكراد الموصل ونينوة 75% منها عرب صافية و25% باقي المكونات ولهم الاحترام والتقدير ولم يذلوا يوم من الأيام بوجودهم في الموصل وفي نينوة إلا أن جاءت داعش وذلت الجميع يعني داعش لا تمثل طيف معين والموجودين السياسيين اللي كانوا يشجعون داعش وبعض الدواعش هم موجودين هالساعة في أربيل ويظهرون على شاشة التلفزيون يعني فهذا شيء واضح جدا أنا أقول على السيد البرزاني أن يترك نينوة لأهالي نينوة وعلى السيد أردوغان لأن نعتقد أن السياسة التركية سياسة جيدة وسياسة كبيرة بأن يساعد أهالي نينوة ليس بالتدخل واحتلال الأرض وإنما من خلال أطر القانونية والدولة العراقية سيد جوك كان هناك مشاركة كانت هناك مشاركة تتحدث عن عواقب هذا التدخل التركي في معركة الموصل هل يمكن أن نتحدث بإسهاب أكثر عن هذه النقطة ما الذي يتم الحديث عنه حين يتعلق الأمر بالعواقب وخيمة التي تنتظر أنقرة جراء هذا التدخل الآن عدة مشاكل بالنسبة إلى الأمن القومي التركي الخلايا الناعمة الداعشية في الداخل الاشتباكات الشديدة جدا بيننا وبين حزب العمال الكردستاني التدخل التركي في شمال سوريا وبدأت تأتي جنائز من شمال سوريا والآن بدأوا يفتحوا ملف العراقي يعني كانت هناك أولا اتهامات سياسية ديبلوماسية من قبل دول الغربية وأمريكا أنه مادام لم يكن هناك توافق دولي كيف تركيا تقدر تتدخل في شمال العراق من جهة أخرى أنه يعني أيضا يأتي جنائز أيضا من شمال العراق بهذا الشكل والتبتر في العلاقات العراقية التركية مرة أخرى لكن هناك تضارب أيضا موجود بين القوسين أنه أردوغان يقول نحن نريد نتدخل في يعني العراق يحتاج إلى تدخل تركي بهذا الشكل ويدعم البرزاني والحكومة الكردستانية في شمال العراق لكن من جهة أخرى السيد بن علي يلدرم يقول نحن ندعم الحكومة المركزية في العراق نعم نعم حتى يسيطرون على جميع العراق هذه تضارب موجود في تصريحات الحكومة نعم شكرا جزيلا لك جواد جوك مسشار مركز دراسات استراتيجية من اسطنبول الشكر أيضا لعبد الرحيم الشمر عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة المصر من عمان شكرا لكم